بعد وصول بعثة النادي الاهلي الى المغرب لخوض المباراة الحاسمة في البطولة الافريقية بطولة دور الابطال المباراة النهائية امام الوداد المغربي مباراة الزهاب كانت انتهت بفوز النادي الاهلي بنتيجة اثنين واحد تواجد النهاردة محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي على الطيارة الاقل طبعا الجهاز الفني واللاعبين وكان طبعا حريص على يعني مؤذرة اللاعبين ومسندة اللاعبين فردا فردا وزي ما انت شايفين كده قدامكم وجود محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي على الطائرة وفي نفس الوقت زي ما بقولك بيصافح جميع اللاعبين فيه اشارة لأهمية طبعا المباراة وادارة النادي بقيادة محمود الخطيب على أهمية المباراة وان المباراة طبعا ما فيه شك يعني من أهم المباراة اللي هنعيد وانكرر اللي بتمر بيها الكرة المصرية في التوقيت الحالي مهم جدا جدا ان النادي الاهلي يتمكن من حصد اللقب الحادي عشر لسمعة الكرة المصرية تاني لسمعة الكرة المصرية غير مقبول ان اي حد وان كان بتشجع اي نادي اخر في مصر لكن لازم يبقى عندك وعي شوية ولازم يبقى عندك دراية واذا ما كنتش هتخاف على سمعة الكرة المصرية بدون بقى اي انتماءات اي انتماءات يبقى انت هنا ما تستحقش انك انت يعني تكون بتحافظ على سمعة الكرة في مصر او يهمك الكرة في مصر او يهمك شكل وسمعة الكرة في الكرة المصرية في افريقيا وفي الوطن العربي وزي ما بقول ده بقول كمان ان الزمالك لما هياخد بطولة بطولة العرب او البطولة العربية للاندية لابد هنا من وقوف جماهير النادي الاهلي وجماهير الاسماعيدي وكل الجماهير معنات زمالك لما ياخد البطولة العربية مش صح ومش من المنطق شجع نديك زي ما انت عايز واقعد حفل زي ما انت عايز هنا في الدولة المصرية لكن ان يصل بيك الدرجة من عدم الوعي وعدم الادراك وعدم الثقافة واعتبر ان كل من لا يشجع ولا يتمنى فوز النادي الاهلي يوم الحد اللي جاي ان شاء الله في نهائي دور الابطال ومن لم يساند الزمالك في البطولة العربية هو شخص مختلق كرويا وخارج عن السرب وما تقول ليش بقى بعض النجوم يطلع يقولك وايه يعني ما في ريال مدريد وفي برشلونة ما بيشجعوش اللي بيشجع برشلونة ما بيشجعش ريال مدريد في اي عين كان او العكس او اللي بيشجع ريال مدريد ما بيشجعش برشلونة في دور الابطال لا لا يا حبيبي انت وقوق انت هنا لا عادتك ولا تقليدك ولا دينك ولا اخلاقك ولا بلدك ولا اللي احنا دايما اتربنا عليه اللي الناس العاقلة اتربت عليه ان انت النهاردة تشجع نادي اخر زي بالزبط كأن منتخب مصر بيلعب نهاي امم افريقيا امام السنغال وانت رايح تشجع سمعها هي زيها بالزبط اشتركوا في القناة